عايز أرجع لجزء صغير كده كنا بنتكلم فيه في الفقرة اللي فاتت على طول لما كنا بنتكلم من الأستاذ مير فرغالي ومسألة المصطلح إحنا ساعات كتير بيحصل لنا عملية استسلام طوعي لمصطلحات ها مش بتاعتنا يعني مثلا زي ما بقول لكم كده ايه فاندمانتلستس أو الأصوليون الجماعات الأصولية بالمناسبة دي مجموعة من المصطلحات لم تخرج من قلم مصري على الإطلاق أو أي قلم عربي دي مجموعة من المصطلحات خرجت بأقلام كانت أمريكية وبريطانية في مرحلة من المراحل وتم اعتمادها يعني احنا للأسف الشديد أحيانا كتير جدا بنبقى شطر قوي في ان احنا ندي الرخصة كده ناس نعتمد المصطلح زي ما هو جايلنا فتلاقيه مثلا مثلا ينشر في نيورك تايمز ولا ينشر في واشنطن بوست ولا ينشر في أي مجلة في الانديبندنت في جارديون زي ما يطلع فييجي المترجم المصري بيترجمه فيقول لك مثلا الجماعات الأصولية البعض للأسف الشديد مننا بيظن أنه هو كده شقي جدا لما يستخدم نفس المصطلح اللي بيتم استخدامه من قبل الصحافة الأوروبية أو الصحافة الأمريكية مع أنه دي ما هي الشطرة على الإطلاق لأنه يجب عليك أنك أنت تسأل نفسك الأول سؤال إيه هي فحوى هذا المصطلح؟ ما معنى هذا المصطلح؟ يعني إيه؟ يقول لك مثلا الجماعات الأصولية هو تاني لا عيبة في مسألة العودة للأصول يعني حسنا كتير يقول لك إيه مثلا ده فلندا مأصل فلندا بن أصول عاوزين نرجع لعادتنا وتقاليدنا الأصيلة أو الأصلية أو أصول العادات والتقاليد المصرية مثلا يعني هل في ذلك أي عيب؟ لا فوش أي عيب على الإطلاق خالص بشرط ألا تتعارض هذه الأمور مع التطور الثقافي والمجتمعي اللي بيحصل والتطور المدني اللي بيحصل في الدنيا طيب استخدام كلمة الجماعات الأصولية بالأساس كان استخدام غربي وإحنا خدناه وسكنا المصطلح أو هما سكوا المصطلح وإحنا خدناه وخش على الخزنة وصرف على طول دي حدوتة لازم هنقعد نحكيها وده أعتبرها جزء في إطار ما نطلق عليه مسألة إعادة أو استعادة أو خلق أو بناء ما بين قصين ثقيلين الوعي